أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشركات الأمريكية تمتلك الفرصة للاستثمار في الجمهورية الإسلامية مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعاون مع البلدان الغربية في مجال صناعات النفط والغاز كما أكد روحاني أن إلغاء العقوبة الدولية سيعجل في وطيرة تطوير الاقتصاد الإيراني قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى لاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز اقتصادها عن طريق التعاون مع البلدان الغربية وكافة الدول مؤكداً أن الحظرة سيزول أمام النشطين الاقتصاديين وأن الأوضاع الحالية في إيران تختلف تماماً عما كانت عليه قبل ثلاثة عوام وأكد روحاني خلال اخطاب أدل به في طهران أن الجمهورية الإسلامية سعت إلى خلق أوضاع جديدة في العلاقات الإقنمية والدولية أثناء المفاوضات النووية وواجهت ستة دول عظمى في قضية دولية هامة ومعقدة وقد انتهت المفاوضات بنتيجة الربح مقابل الربح كما أوضح روحاني أنه لا توجد دولة في العالم مع ذلكيان الغاصب لفلسطين إلا وقد هنأت إيران والدول الست بحصول الاتفاق النووي وفي إطار المتصل أعلنت إيران واليابان أنهما ستوقعان على معاهدة مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي وقد تم الإعلان عن زيارة رسمية لوزير الخارجية الياباني إلى إيران غدا للتباحث بشأن هذا الأمر وتمتلك إيران رابعة أكبر مخزون للنفط في العالم وثاني أكبر مخزون من الغاز ما يعني أنها تمتلك أكبر احتياطيا من هذين الموردين المهمين وما يجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية وتعاول العديد من الدول ومن بينها اليابان على تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران في مجالة البنية التحتية والبناء والصناعة حالما يتم رفع العقوبات الدولية عن طهران وتأمل توكيو أن يتيح رفع العقوبات زيادة الصادرات اليابانية إلى إيران لا سيما السيارات واستيراد مزيد من النفط الإيراني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة